السلام عليكم معاكم ياسمين عرفات طبقنا النهاردة طبق الكشر المصري ده حاجة كده خطيرة طريقة ممت كده ربنا نديها الصحة يا رب حتاكي احلى طبق كشري بجده ممكن تتعمليه في حياتك هتعتمد الطريقة دي دايما فيه في الفيديو شوية تركات مهمة جدا جدا عشان توصلي الاحلى طبق كشري هنعمل بقى كده سلسلة من الفيديوهات الوجبية الاقتصادية اتمنى الفيديو اعجبكم ولو اعجبكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك القناة تسمي اللام مع بعض وندخل على المأدير معايا شوية معايا كوباية من رز المصري معايا شوية مقرونة سباكاتي ومقرونة صغيرة على حسب الاشكال اللي انت عايزاها معايا عدس بجبة معايا توم معايا ثلاث بصلات كبار معايا حمص مسلوق شوية من الخل حوالي كيلو من الطماطم مع صورة انا عندي الطماطم متفرزينة هنزلكوا الفيديو بتاع تفريز الطماطم هيسهل عليكم حاجات كتير جدا هنشوف مع بعض اول حاجة هنعملها نحط حلتين على النار عشان كده نختصر في الوقت اول ما يبتدوا يغلى هنسل بحلة فيها العدس وحلة فيها المقارونة طبعا الميا بتاعة المقارونة فيها شوية من الزيت وهقلبها كده واسبها لغاية ما تستوي هجيب حلة تانية حط فيها شوية من الزيت علشان نحطر التسبيكة بتاعتنا هفرموا الثوم وانزل بمعلاقة كبيرة من الثوم هقلبه كده لغاية ما يوصل لون الدهب كده انزل عليه بعصير الطماطم طماطم زي دي ما قلنا بقطعها وحطها على النار تغلي نصف ساعة كده وبعد كده اعصرها واصف فيها ومعايا معلاقة صغيرة من الثوم المفروم هسبها بقى هدي النار عليها وسبها تتساب وبعد كده ابدأ في تقطيع البصل لانه هياخد ما يوصل شوية زي ما هنشوف كده قطعناها جوليان شريح روفيعة جدا اهو هنحط دقيق معلاقة دقيق ومعلاقة نشا على خلطة البصل دي هتخلي معاكي البصل ما ارمش يعني بصي لساعات طويلة جدا طول اليوم هيفضل محافظة على الارمشة بتاعته بجد الولايات كانوا بياخدوها لانه سناك كده اهو معلاقة دقيق ومعلاقة نشا ده على قد تلات بصلات كبار انت عملتي اكتر زويدي هبتدي بقى افرق كده طب احنا عملنا البصل بادري كده لانه هسيبه شوية في معاديه والنشا نص ساعة ساعة لغاية ما تخلص خلص كده المقارونة استويت معايا هصفيها واخسلها وتابلها بشوية زيت وملح وفلفل العادس معايا استوى هنزل بشوية الملح وشوية زيت خلاص هبتدي اصفيه بمصفة او تصفيه كله في مصفة كبيرة زي ما انت عايزة التركة الاساسية ان الميا دي مش هرميها لا انا هساوي فيها الروز المصري بتاعنا التركة دي مهمة جدا جدا هتديكي لطعم الروز طحفة انا دايما بحس ان الروز القبيض نتحط في كوشة بحس انه حاجة غريبة كده يعني بحس مش حاجة متجنسة ابدا مع المقادير جربوا الطريقة دي هتعجبكو جدا او ممكن تسور تسيب العادسة سلق نص سلقة وتزوي دفي عليه الروز على طول في نفس الحال مع بعض طويب اللي بقى بتاعتنا بتاعت الصلصة بعد ما تسبكت الملح نص معلقة اسوار من فلفل اسود نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الشطة طبعا دختياري نص معلقة من سبع بغرات ومعلقة صغيرة من الكمول ورشة بسيطة من السكر دقوا بقى الصلصة دي بجد زي الصلصة اللي انت بتاكليها في احلى مطاعم القشري خلاصة كده تسبكت الرز بتاعنا خلاص شرب المي بتاعته هبتدي هدي النار عليه واسيبه يكمل سوا هنجيب بقى نعمل الدقة بتاعتنا معايا الخل معلقة من الدقوم المفروم توابل بسيطة رشت فلفل اسود بابريكا كمون هقلبهم مع بعض واسيبهم كده ولما اجي استعملهم اصف منهم الدقوم كل التحضيرات دي انك تسيب تعملي البصل والصالصة كل حاجات دي بتشتغل فيها مرة واحدة هتصار عليك الوقت الجامد وهتنجز معايا معايا البصل ها اول ما الزيت اصلي اول ما استخن في المعالوك بتاعنا هنزل كده بالبصل وما قطرش البصل في الزيت خلاص كده تقليبة بسيطة وهسيبه لغاية ما يبتدي ينشف معايا شوي هقلبه كده تقليبة خلاص ابتدى ينشف شوي من تحت ولغاية ما يوصل للون بتاعنا مش قادر اقول لكم الارمشة بتاعته رهيبة بجد تحفا اهو شايفين سمعين صوت الارمشة بتاعته هلو جدا خلاص الروز معنا استوى ايه بقى التركة الجاية هناخد شوية من الزيت من زيت البصل كده حط معلقتين زيت كده على الرز بيفرق جدا يا جامعة في الطعب وبرضه هعمل كده مع الماكارونا لما ارجع اسخانها تاني على النار هضيف عليها معلقتين من الزيت بتاع البصل المحمر سمعين صوت ارمشته كده الكشري خلص معايا بسهولة وبساطة فيش اي مشكلة هجيب بقى سرفيس وابتدي اغرف فيه الكشري كده طبعا تقدر تغرفيه بطريقة اللي تعجبك شوية رز شايفين الرز وشكله اهو مختلف بس طعمه جبار يا جماعة بجد تجربها يعجبكو جدا وهنزل فوقه بالعدس كده والبصل الخطير بتاعنا وشوية من الحمص اهو الصلصة والبصل والرز بجد كلهم تركات مهمة جدا جربوا كل حاجة هتاكلوا احلى طبقكو شريب جد هنزل بشوية صلصة بتقدر تغرفي من الطبق ده في الطبق تانية زي ما انت عايزة زي ما هنعمل دلوقتي وندوق كده مع بعض بجد جبار اهو شوية رز على مكارونا طبعا الكوشة لديه مزاج فيه ناس تحب تحط الرز اكتر من مكارونا البصل كتير بصل قليل الدقاء حاجة بسيطة فيه ناس ما بتحب تحطهاش خالص الصلصة كتير او قليلة ده تبع كل مزاج كل واحد شايفين طحفة يلا أسيبكم مع بقى الفيديو وخير الخدام السلام عليكم